دخل ملف المفقودين والمغيبين قصرا في العراق منعطفا هاما بعد تدخل الأمم المتحدة وتجديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على ضرورة فتح الملف لتعلن منظمات وهيئات محلية ودولية عن أعداد المغيبين التي تجاوزت أرقامها حدود الخيال فتباين الأعداد بين المنظمات والهيئات جاء لتباين الفترات الزمنية التي تم خلالها إحصاء المغيبين في العراق مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وثق اختطاف خمسة وعشرين شخصا لا يزال مصيرهم مجهولا من أصل 123 ناشطا منذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر تشرين الأول الماضي المرصد العراقي لحقوق الإنسان كان له إحصائية أخرى حيث أعلن أن أعداد المفقودين والمغيبين في العراق منذ بدء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 بلغ نحو خمسة عشر ألف شخص من أهالي الأنبار وصلاح الدين ومحافظات أخرى أما المركز العالمي للمغيبين والذي يعمل بصورة مشتركة مع الحكومة العراقية بهدف تسجيل أعداد المغيبين أعلن أن التقديرات الرقمية تبين أن أعدادهم قد وصلت إلى حدود 250 ألف مغيب منذ 2003 ولا شك إن صح هذا الرقم فهو ما يجعل مثل هذا الملف الإنساني مهم جدا وبحاجة للمزيد من الاهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي طال ملف المغيبين من رفوف الملفات المهملة من قبل الحكومات السابقة وعلى مدى أكثر من 17 عاما ليعلن محاسبة قتالة المتظاهرين وكل من أهمل حقوق الإنسان في العراق هل سينجح الكاظمي في فتح مشابك هذا الملف الحساس أم أنه سينتهي إلى ذات النهايات التي وصل إليها من سبقه؟ الجواب في جعبة الأيام المقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر